شكلت لجان تدقيقية تحقيقية قرب مبلغ من المال المسترجع من ضمن أموال سرقة القرن التي تقدر بمليارين ونصف المليار دولار اختفت من حسابات دائرة الضرائب ظهر رئيس الوزراء معلنا عن استعادة أكثر من 182 مليار دينار قرب تلك الأموال دهشة رافقت مؤتمر رئيس الحكومة للإعلان عن استرجاع الأموال المنهوبة والتعاون مع دول لاستعادة تلك الأموال لمتورطين نهبوها من البلاد دهشة تخلى لها بعض من الشك الذي أثاره نشطون سيما بعد حديث عن تسوية للإفراج عن المتهم نور زهير بكفالة مقابل إرجاع المبلغ المسروق خلال أسبوعين دهشة بعثت في نفوس عراقيين عن يقين جازم يحقق شرعية القانون بدلا من شرعية الفساد كفالة هي المصفى العائد لهذا المتهم مع حجز أموال المنقولة وغير المنقولة وعدم التصرف بها إلا بعلم القضاء لكن الحكومة تموذ بدأت مشوارها جعلت عنوان محاربة الفساد في منهاجها وفي ألية عملها وهو ما يمثل اختبارا صعبا فيما تصرح به وتقول أو تفعل إذ تظهر أراء مراقبين لسياسات حكومات متعاقبة أن القضاء على الفساد لن يكون سهلا سيما مع وجود فصائل متجذرة في الدولة تصنع لا دولة في تحويل نهج الفساد لنظام متعمق من شبكة مسؤولين وموظفين متورطين في قضايا سرقة وسلب واحتيال كان آخرها ما تحدثت عنه وسائل إعلام أمريكية بارتباط فصائل متورطة في مخطط السرقة الضريبية والتي أودت إلى مشاحنات ومواجهات عنيفة في الشوارع قبل بضع شهور الحكومة أكدت أنها ماضية في محاربة الفساد وأن القوانين تتيح لتخفيف العقوبات على المتهم بالرشوة فيما يرى آخرون أنه ليس سهلا على الحكومة محاسبة متورطين بوزن مسؤولين كبار أو زعماء في العملية السياسية نظرا لنفوذ أحزاب وميليشيات للمصالح وتزامن مع حديث وزارة الخزانة الأمريكية عن ضرورة العمل مع العراق على إخراجه من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول عالية المخاطر فإن ملفات عالقة أغرقت البلد في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تضاف إلى السرقات والاختلاسات ونهب الثروات مكومة على باب الحكومة تنتظر ما يفاجئ العراقيين باستعادة هيبة الدولة التي ضربها الفساد منذ سنوات طويلة ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر